نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية من مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يعقد في نسخته الثانية تحت عنوان رؤية المستقبل ذلك بالتزاب مع استضافة مصر للدورة 14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيساسكو خلال جلسة حوارية بعنوان تحديات وضائف المستقبل من منظور عالمي ضمن فعاليات المنتدى أكد الرئيس السيسي أن مصر تحركت في السنوات الأخيرة لإنشاء عدد من الجامعات بجودة عالية بالشراكة مع الجامعات العالمية مشيرا إلى أنه لا بد من توفر الاقتصاديات القوية للدول لتوفير التعليم الجيد كحق من حقوق الإنسان إذا كنا نتكلم عن أن المعرفة الحقيقية وجودتها هو كنز هو ثروة مخفية ولكن للحصول عليها لابد من وجود في قدرات أولها قدرات اقتصادية للدول عشان تقدر توفر التعليم ده إحنا كان عندنا في مصر هنا إتاح إتاح يعني إيه؟ يعني كان عندنا تعليم للجميع ولكن يطر التعليم للجميع كان جودته بنفس المستوى اللي بيقدم في الدول المتقدمة في أمريكا وفي بريطانيا وفي دول أخرى كثيرة أفتكر بمنتهى التواضع لأ ومنتهى الوضوح لأ ما كانش كده وبالتالي ما كان الخريج المتعلم عندنا أنا بتكلم على الدول منظمة المؤتمر الإسلامي وممكن ده إذا كنت تقبله أنه يتقال على مصر أنا قابله لأن إحنا تصدينا لهذه القضية بجلاء وقلنا إن إحنا إذا كان مطلوب بالمعايير العددية إن الكل مليون يبقى فيه جامعة يبقى إحنا محتاجين نعمل مئة جامعة مش كده وتحركنا في خلال الست سنين اللي فاتوا عشان نعمل جامعات لكن أيضا عشان نعمل فيها حجم من الجودة من خلال التوقمة مع جامعات عالمية عشان هما يعلمونا وعشان هما ينظموا وده موضوع إحنا نقبله بكل ود وأكد الرئيس السيسي أن مصر جادة بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات ومنها جودة التعليم دعيا الجامعات الكبرى الموجودة في العالم إلى مساعدة مصر لكي يكون لديها معرفة وتعليم حقيقي بنفس المعايير والمستوى المتبع لدى هذه الجامعات أنا هنا بقول في مصر إحنا جدين بإرادة لا تلين من أجل مجابهة تحدياتنا اللي منها التعليم اللي بنعتبره هو يعني أساس البناء للدول التعليم الحقيقي والجودة الحقيقية وبقول لنا دلوقتي وأرجو أن الكل يسمعنا الجامعات العظيمة اللي موجودة في العالم أنتو بتتكلموا عن حق الإنسان وأنا بتتكلم معاكم عن حق الإنسان عايزين تساعدونا ساعدونا بأن إحنا يبقى لدينا معرفة وتعليم حقيقي زي اللي موجود بمعاييركم ومنستوياتكم عشان ده حق زي ما قال كورسيرا أنه هو حق من حق الإنسان أنا لو الطالب اللي عندي أو الطالبة لم تستطيع أن تحقق المعايير اللي تحق بالكلية لن تحصل على الفرصة عشان تحصل على الفرصة تكون متعلمة تبقى للمستوى التعليمي اللي بيتم القياس عليه مش بتعمل اختبارات للجامعات دي قبل الدخول لها دكتور خالد وبالتالي طبعا إحنا لو تعليمنا متعادع مش هنقدر نخش حبينا نعمل في بلدنا هنا وحنعمل في بلدنا هنا وحنفضل نقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقي في بلدنا هنا وأعلن الرئيس السيسي عن تقديم مصر لمائة فرصة تعليم مجانية للمواهب من العالم في الجامعات المصرية مشيرا إلى الحرص على أن تقدم تلك الجامعات مستوى تعليميا يضاهي نظيراتها العالمية المواهب متساوية صحيح ربنا سبحانه وتعالى خل العقول متساوية في العالم كله ما يخلاش أمة تاخد عقول أكتر من عقول متميزة عن عقول ولكن الموارد مختلفة نحن هنا والدكتور خالد موجود معنا كوزر للتعليم العالي نضع مئة فرصة تعليم مجانية للمواهب في الجامعات اللي احنا خلناها أو بنحرص على أن تبقى جامعات عالمية ده اللي ممكن نختم به كمساهمة متواضعة من مصر لهذا موضوع مئة فرصة تعليم في جامعاتنا للمواهب من العالم اللي احنا من الدول اللي نحن نتكلم عليها طب فيه أكتر من كده ممكن نعمل ممكن لو احنا جهدنا تدفرض في صندوق للتعليم يبقى فيه مليارات الدولارات يعلم الموهوبين لأنهم اللي حبوا قاطرات لشعوبنا ولبلادنا كما شدد الرئيس سيسي على العمل لمواجهة الفكر المتطرف مشيرا إلى أن هذا الفكر كان سببا مباشرا في تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية لازم نحط في اعتبرنا أن التعليم بيحتاج عوامل زمن أكتر كتير للحصول على النتائج بتاعته من أي خطط أخر عشان نحصل على تعليم جيد ونتائجه من التكلم في 15 و20 سنة عشان تبتدي المجتمعات تشعر بجودة ونتائج الجودة دي طب إحنا هل مجتمعاتنا هتقدر تتحمل ده؟ مع الوضع في الاعتبار الوضع في الاعتبار اللي حقول لكم عليه إن إحنا في العالم الإسلام أنا بتكلم دخلونا في مدهات كتير جدا بفكر متطرف جاهل يؤدي إلى إن إحنا نصطدم مع الواقع وحياتنا وبالتالي ما بنش قادرين نركز أنا بتكلم على الدول والحكومات تركز في إن هي تحقق لمجتمعاتها مش بس معرفة استقرار لإنجاح الخطط المختلفة وبقول للعالم الإسلام انتبه انتبه تماما للفكر المتطرف الأحمق اللي الهدف منه ان يضمرك ويضمر مستقبلك زي ما هو بيضمر حضرك الإسلام مالوش علاقة بالفكر الجامد والفكر المتطرف اللي بيهدف إلى تدمير الشعوب وتدمير مستقبلها وحضرتها تفقد الرئيس سيسي معرض المنتدى العالمي للتعليم العالي بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العالمي أذلك على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي استمع الرئيس سيسي إلى شرح تفصيلي عن أربع جامعات جديدة منها من بدأت دراسة السنة الماضية مثل جامعة المنصورة الجديدة كما أشار الشرح التفصيلي إلى أن منظومة التعليم التي تم التوسع بها استطاعت أن تستقطب الطلاب بدلا من السفر للتعليم بالخارج منوها إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الوافدين للتعليم في الجامعات المصرية ترتكز استراتيجيات الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم العالي على مجموعة من المحاور منها تحسين جودة النظام التعليمي والتوسع في إنشاء جامعات جديدة تشمل برامج تعليمية متنوعة فضلا عن جذب الجامعات الأجنبية المتميزة لإنشاء فروع لها في مصر المزيد في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 نظرا لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر حيث أوضح مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس سيسي بالأعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية مؤكدا أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروب بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة تعكس مكانات وقيمة مصر وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزامتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون عددا من شباب الجامعات للاطلاع على طرق التأهيل والإصلاح لنزلاء داخل المركز والخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية للارتقاء بمنظومة السياسة العقابية وفقا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية زيارة شباب الجامعات لمركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون تجربة فريدة أرادت بها وزارة الداخلية أن تطلعهم على إنجاز إنساني على أرض الوطن لتأهيل النزلاء وبناء إنسان جديد قادر على العمل والبناء والاندماج الفوري في المجتمع بعد قضاء العقوبة أيا كانت مدتها جذبت الرعاية الطبية الفائقة التي يتلقاها النزلاء هنا أنظار شباب الجامعات فتسابقوا للاستفسار عن إمكانات الصرح الطبي الموجود هنا وما يقدمه من رعاية للنزلاء خاصة الحالات الحرية التي تتطلب رعاية فائقة في حياة أدمية وهنا فعلا زي ما هنا حقيقة المقولة بتاعت السادة الرئيس فعلا الإنسان ستتعاكم مرتين المستشفى متطورة جدا والغرف العمليات فيه كذا غرفة ودي حاجة أصلا طفرة موجودة عندنا مركز الدعم النفسي والتأهيل اللي يجي لإدمان ده أكتر حاجة لفت نظري لأن النزيل هيجي هنا محتاج يخرج بره يكون مدعوم نفسيا علشان ما يرجعش الأخطاء دي تاني لأن أنا أخرج ناس من هنا مش عشان يرجعوا لي تاني أنا عايز أخرج ناس أصحاء مكنش متخلا بالجودة دي والأطباء بالفعالية دي وبالشطارة والتمايز ده تلك المشاهد للإصلاح والتأهيل داخل المركز كانت مجرد صور يشاهدها هؤلاء الشباب في وسائل الإعلام المتنوعة لكنهم رأوا حقيقتها هنا بعدما اطلعوا على التأهيل المهني وتنمية مواهب النزلاء المتنوعة في الرسم والموسيقى والحرف اليدوية وفصول التعليم مع تنمية ثقافة النزلاء والارتقاء بفكرهم وعقيدتهم الدينية ما كانش عندنا رؤية كاملة أن الوضع يبقى بالشكل فده اللي خلى الزيارة مفيدة جدا للناس كلها علشان نقدر نيجي ونشوف الوضع اللي احنا عمرنا ما كنا نتخيل ان هو كده بيقضي فكتورة الكوبة على حاجة هو عملها وفي نفس الوقت هو بتأهل برضو ان هو يطلع يكمل حياة بره بشكل جديد بحاجة هو تعادمة هنا في المركز التطلاح والتأهيل أكتر حاجة لفتتنظري فعلا هي تصنيع الشراح الشمسية بطولة تصنيعها وكمان تدرسها وهم يدروا يسمعوها ويدروا يشتغلوا عليها ويتوفر لهم ملومة العيش وجود تقريبا كل الخدمات أو كل الحاجات اللي احتاجها النزيل من مصلى كنسي أو مصلى جامع أو مكتبة أو مركز فينون أو حتى مدارس نخطي بالي انه فيه دبلوم صنايع اللي بعض الفئات اللي عاوز يكمل دراسته الأنشطة الرياضية الملاعب حاجة الحقيقة تدعو للفخر جولة داخل المزارع والمصانع داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون غيرت المفاهيم التقليدية لهؤلاء الشباب الذين سمعوا فقط عن المركز لكنهم لم يشاهدوه قبل اليوم واقعيا وإنما يقال عنه هو حقيقة وفي مقدمتها الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الشباب مبهورين باللي شفوه حابين ينقلوا كل اللي شفو دا زميلهم وهم بالفعل أصبحوا صفرائينا ينقلوا وجهة النظر اللي هما شفوها بجد الحاجات اللي احنا شفناه هدية الشباب يعني كانوا متخيلين لهم جايين يشوفوا سجنة بالشكل التقليد اللي احنا يعني عارفينه عم بجد لما شفوا مركز الإصلاح والتأهيل دا والخدمات المقدمة للنزلاء حاجة رائعة أنا فخورة جدا ان احنا من قول الطلاب اللي زورنا المكان دا شفت النهاردة مجهود مشرف جدا وان حد يجي قضي فترة عقبته في ان هو يصنع الجمال اللي احنا شايفينه هنا دا وان هو يخرج يبقى مواطن صالح نقدر نستفيد منه في كذا حاجة ان يبقى معاه مهنة مع صنع ان هو يقدر يتأهل بيها ان هو يكون مواطن صالح وسط المجتمع يجسد مركز الاصلاح والتأهيل ودي النطرون حرص الدولة على المضي قدما نحو بناء الانسان والالتزام بحقوقه حتى ولو كان مقيد الحرية يقضي عقوبة فله الحق في الحياة نشكر الدولة على المجهولات العظيمة التي تعمل تحت قيادة سياسية الرئيس والتحية مصر واشكر قيادة سياسية المصر اللي كل يوم بتثبت انها قد المسئولية وكل يوم بتثبت ان احنا لسه معنا وقت ولسه هنشوف مصر ان شاء الله تبقى قد الدنيا تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر اكد وزير الخارجية سامح شكري حرصا مصر على المشاركة الفعالة في كافة انشطة منظمة التعاون الاسلامية بما يصب في تحقيق اهدافها ومقاصدها العليا خلال استقباله لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه تطرق وزير الخارجية الى المساهمة المصرية في دعم عمل المنظمة ومنها استضفت مصر للمقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة ومساهمتها في اخراج اعلان القاهرة لمنظمة التعاون الاسلامي لحقوق الانسان الذي تم اعتماده مؤخرا في ثالث ايام زيارته لدولة اوغندا تفقد وزير الرأي محمد عبد العاطي استراحات الرأي المصرية بمدينة جينجا والمركز الطبي المصري المقام في نفس المدينة والصيدلية الملحقة به قال وزير الرأي انه تم الانتهاء من اعمال تأهيل وتجديد استراحات الرأي المصري بمدينة جينجا وجاري تأهيل وتجديد استراحات الرأي المصري بمدينة كامبالا مشيرا الى ان اعمال التأهيل تمت من خلال التشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الرأي المصري بوغندا توفيرا للنفقات وأكد وزير الرأي حارص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية الاجتماعية في إفريقيا خدمة المواطنين بالدول الإفريقية من خلال الخبرات المتميزة للأطباء المصريين انتخب المجلس الوزاري العربي للسياحة مصر رئيسا لمكتبه التنفيذي للأعوام حتى 2023 كما قرر انتخاب سلطنة عمان نائبة للرئيس وفي عضوية المكتب التنفيذي ممثل المغرب وتونس والجزائر والعراق وفلسطين كما قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في ختام أعمال دورته الرابعة العشرين التي عقدت بمقر الجامعة العربية اختيار مدينة مدبا الأردنية عاصمة للسياحة العربية لعام 2022 أدع المجلس الدول وهيئات السياحة في الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة فلسطين المدينة ولم يشم الآن والآن ولمتابعة مستجدات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد ننتقل مباشرة إلى الزميلة فيروز ميكي فيروز أهلا بك شكرا لك داليا أهلا بكم مشاهدين وهذه وقفة لأهم أخبار التقصي اليوم وجهت وزارة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقصي مع تمركز المعدات والأفراد ووحدة التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها كما شددت على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأحوال القوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد القوية قال محمود شهين مدير تنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة والأرصاد القوية قال إنه من المنتظر أن تشهد البلاد خلال ساعات الليلة القادمة تحسنا ملحوظا في حالة التقص وانتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليوم حيث ستهدأ الرياح مصحوبة بوضوح الرؤية خلال ساعات الليلة القادمة بالإضافة إلى أنه سوف تهدأ الأمواج التي ارتفعت في الساعات الماضية نحو خمسة أمتار في محيط مسطح البحر المتوسط هذا وأكد شهين أنه اعتبارا من فجر الخميس ستبدأ الشبورة المائية في الظهور على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات الزراعية ومع بداية ساعات النهار سوف تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليسود البلاد الطقس المستقر خلال الأيام القادمة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من النصائح الهامة للمواطنين تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية والتي تشهدها كافة أنحاء الجمهورية وتتأثر خلالها البلاد بنشاط رياحا مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ووجعت الهيئة بضرورة غلق النوافذ جيدا والقيادة بحذر على الطرق خاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية وكذلك ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء على كافة الأنحاء هذا كما أشارت إلى تفضيل عدم الخروج في مثل هذه الأجواء لمرض الصدر والحساسية والجيوب الأنفية والآن مشاهدين نتابع درجات الحرارة المتوقعة يوم غدا الخميس في مصر في كافة محافظات مصر والبداية من القاهرة وستكون غدا درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية أما الصغرى فستكون 13 درجة مئوية الإسكندرية أيضا ستكون فيها درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية وصغرى 13 درجة مئوية أما في الإسماعيلية فدرجة الحرارة ستكون 22 درجة مئوية وصغرى 12 درجة مئوية أما في شلاتين فستكون درجة الحرارة 29 درجة مئوية وهي درجة الحرارة العظمى أما الصغرى ستكون 15 درجة مئوية وفي سانت كاترين ستكون درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية أما الصغرى فستكون 08 درجة مئوية وما زلنا في محافظات مصر وفي بورسعيد ستكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية في سويس 22 درجة مئوية و13 درجة مئوية هي درجة الحرارة الصغرى أما في البحيرة فستكون درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية شرم الشيخ ستكون فيها درجة الحرارة 25 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية وكما نتابع مشاهدينا شرمشيخ قد تشهد نوع من الغيوم يوم غد أيضا أسوان ستكون من المحافظات التي تشهد نوع من الغيوم وستكون فيها درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية أما الصغرى فستكون 12 درجة مئوية والآن ننتقل لنتابع درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية بداية من العواصم العربية الرياض ستكون فيها درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية في بغداد 21 درجة مئوية والصغرى 7 درجات مئوية في طرابلس ليبيا ستكون درجة الحرارة 18 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية أما في بيروت فسيكون الطقس مشمس وستكون درجة الحرارة 20 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية في الريباط ستكون درجة الحرارة 18 درجة مئوية والصغرة 9 درجات مئوية وسيكون الطقس غائم ولكن مشمس في ذات الوقت ما زلنا أيضا في أهم ما يقرأ اليوم بسبب حالة الطقس التي تشهدها البلاد وننتقل الآن في الحديث عن درجات الحرارة إلى العواصم الدولية وبداية من روما في إيطاليا ستكون درجة الحرارة 12 درجة مئوية أما صغرة فستكون 4 درجات مئوية في باريس ستكون درجة الحرارة 7 درجات مئوية والصغرة 4 درجات مئوية برلين ستكون درجة الحرارة فيها درجة واحدة مئوية هي العظمى أما صغرة فستكون سالب واحد وفي واشنطن ستكون درجة الحرارة العظمى 7 درجات مئوية أما الصغرة فستكون 3 درجات مئوية وبكين ستكون درجة الحرارة العظمى فيها 5 درجات مئوية أما الصغرة فستكون سالب واحد درجة مئوية أيضا إذن مشاهدين أيضا من أهم الأخبار أنه قد أعلنت مصر للطيران تنظيم رحلاتها الدولية والداخلية رغم سوء الأحوال الجوية حيث أقلعت عشرات الرحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إذن مشاهدين كانت هذه وقفة لأهم أخبار طقس اليوم ويوم غد والآن نعود لإستكمال هذه النشرة مع زميلة داليا أبو عمير إليك داليا شكرا لك يا فيروز على كل هذه المعلومات وعود مرة أخرى مشاهدين لسياق نشرتنا في الشأن الليبي بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللاذي مع رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري عدد من النواب آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية ومشروع الانتخابات وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها ذكرت وكالة الأنباء الليبية أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار التنصيق تشاور فيما بينهم لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها أعرب الرئيس الرئيسي فلاديمير بوتن عن أمله في أن تؤدي الانتخابات المقبلة في ليبيا إلى استقرار الأوضاعي في البلاد قال بوتن خلال مؤتمر صحفي عقب محدثته مع رئيس الوزراء اليوناني في سوتي إن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المعنية بالمسألة الليبية بما في ذلك الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي معالبان عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل يناسب الجميع ويؤدي إلى استقرار طويل الأمد في ليبيا وفي العراق الزارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيادة عمليات البصرة وذلك عقب الهجوم الإرهابي في المدينة اجتمع الكاظمي بالقيادات الأمنية هناك حيث أكد وجود جهات تصعى لإرهاب الدولة وإثنائها عن واجباتها وشغلها بالأحداث الفوضوية من أجل بعض المصالح الشخصية خلال الاجتماع أكد الكاظمي أن حكومته ستقف بكل قوة أمام من يهدد أمن العراق ويجرؤ على ترهيب العراقيين ويتسطر تحت أي غطاء كان أضاف أن القوات الأمنية مستمرة في القبض على إرهابي داعش أكذلك إرهابي فرق الموت ثأرا لدماء الشهداء كما أدان الأمين والعام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيت التفجير الذي واقع في البصرة بجنوبي العراق أهجمات داعش الإرهابي في كردستان نقل بيان للجامعة عن أبو الغيت قوله أن هناك قوة معروفة تريد جذب العراق إلى مربع العنف أكد الرئيس اللبناني مشي العون أن التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية الربيع المقبل خلال اجتماعه مع المنصق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرنتسكا أكد عون أن الاتصالات جارية لتدليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد أدع عون إلى عدم الأخذي بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الإعلامة مؤكدا أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجهوا وبقوة وفي السودان أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضرورة العمل على أن يبقى الجيش صامدا لحماية السودان مشيرا في كلمته خلال فعاليات ختام التدريب السنوي المشترك للقوات المسلحة إلى أن التدريبات العسكرية الحالية لا تستهدف أي جهة نحن نقاتل ونموت كلنا من أجل أن هذا الجيش يظل صامد وهذا السودان يظل محمد ما عندنا حاجة نخاف عليه ولا عندنا حاجة نخاف منها كلنا مستعدين أن ننضحي عشان السودان بأرواحنا وكلام ده بنقوله بننضي فيه عندنا أهداف لازم نحققها أولا نحن في شأن التدريب يجب أنه يعلم الجميع أن هذا التدريب اللي نحن شفناه الآن هو تدريب مصقر تدريب تماثلي لمعركة محتملة في المستقبل ما في نوايا ولا في مقاصد مستهدفين بايجيها لكن هو تدريب روتيني القوات المسلحة درجة أنها كل عام تنتهي من العام التدريبي وتلخص العام التدريبي دعت الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية إلى إنهاء الانتهاكات ضد النساء بمناطق الصرع أقل المتحدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دا جاريك إن هناك قلقا عميقا إزاء تقارير المتعلقة بالهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات في تيجري وعفار وأمرة أجدد المسؤول الأممي دعوة الأمم المتحدة لأطراف النزاع الإثيوبي لإنهاء الأعمال العدائية وفي فرنسا ألقت الشرطة الفرنسية القبضة على شخصين يشتبه في أنهما كان يخططان لتنفيذ عملية طعن خلال عطلة عيد الميلاد وحسب ما ذكرت وسائل أعلام فرنسية فقد تم العثور على مضبوعات ومواد دعائية لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية اعتقال الشخصين التي جرت بالقرب من باريس أصدرت الحكومة الألمانية أول بيان صحفي لها عقب أداء المستشور الجديد أولاف شولتس اليمينة دستورية أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن شولتس سيزور في العاشر من ديسمبر العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس إيمانويل مكران أضف المتحدث أن شولتس سيتوجه يومها أيضا إلى براكسل للاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والأمين العام لحلف النيتو وكان أولاف شولتس قد أدى اليمينة دستورية كمستشار جديد لألمانيا أمام مجلس النواب الألماني الباندستاج أكان الباندستاج قد أعلن انتخاب الديمقراطي الاشتراكي شولتس مستشار جديدا وصوت النواب بإغلبية 395 سوط لينتهي بذلك عهد أنجلا ميركل والذي امتد على مدار 16 عاما وأصبح شولتس مستشار جديدا لألمانيا بعد ثلاثة أشهر من فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في انتخابات البلاد متغلبا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حذرت فرنسا روسيا من عواقب استراتيجية وضخمة في حال تعرضت لأوكرينيا قالت الخارجية الفرنسية أن رسائل حازمة نقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراتيجية والضخمة التي ستمتق عن تعرض جديد لوحدة أراضي أوكرينيا قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدرس إدهانم أن على الحكومات أن تعيد على وجه السرعة تقييم خطتها لمواجهة فيروس كورونا وأن تسرع برامج التطعيم لإبطاء تفشي متحور أوميكرون أضاف إدهانم أن الانتشار العالمي للمتحور يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مصاري الجائحة مشيرا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن بريطانيا سجلت 115 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا مرفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 448 حالة وأضافت الوكالة أنه من بين 115 حالة جديدة تم تأكيد 72 حالة في إنجلترا و28 في اسكتلندا وواحدة في ويلز أعلنت وزارة الصحة في أرلندا الشمالية تأكيد أول ثلاث حالات إصابة بمتغير باروس كورونا أوميكرون في البلاد وذكرت صحيفة اندبندنت الأرلندية أن جميع الحالات الإيجابية الثلاث لها روابط بالسفر من بريطانيا إلى البلاد مع تأكيد الوزارة أنه لا يوجد مؤشر حالي على انتقال الإصابة على نطاق أوسع وقال الوزير الأول بول جيفان إن الوزراء سيجتمعون الخميس بينما وصفت نائبة الوزير الأول ميشيل أونيل الأنباء بأنها مقلقة من الأهمية القصوى اتباع إرشادات الصحة العامة رسالة طمأنة جديدة بعثت بها منظمة الصحة العالمية بعد أيام من الدرسات المستمرة حول شدة خطورة المتحور أوميكرون مؤكدة أنه لا مؤشرات تدل على أن هذه السلالة الجديدة تسبب مرضا أشد مقارنة بالمتحور ديلتا المتحدث الأخير وبعد أن ظل مسؤول منظمة الصحة العالمية يصرحون بأنهم يعملون مع الخبراء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض قال مايك راين المسؤول عن الحالات الطارئة في المنظمة إنه لا يوجد أي سبب للتشكيك في فعالية اللقاحات المتوفرة حالياً إنه لا يوجد أي سبب للتشكيك في فعلية اللقاحات المتوفرة حالياً ضد كورونا في الحماية ضد أوميكرون لكنه شدد في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن هذه التصريحات جاءت متصقة مع بيانات أدل بها كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتي الذي قال أن تحديد مدى شدة المتحور أوميكرون سيستغرق أسابيع لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه أقل خطورة من سابقه بالنسبة لأعراض المرض ومعدلات دخول المصابين للمستشفيات التي لم تشهد زيادات مقلقة وفي الأثناء كشفت دراسة بريطانية أن تطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا يعطي مناعة أكثر ضد الفيروس وقال بحثون في جامعة إكسفورد أنه في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح استرازينيكا يتبعها جرعة ثانية من لقاح موديرنا أو نوفا فاكس فإن الجسم ينتج أجساما مضادة أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح واحد وتمنح نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة متوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعة لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات تسببت العصفة بارا في تساقط الثلوج بغزارة والأمطار على شمال إسبانيا حيث حثت السلطات السائقين على تواخي الحاضر عند عودتهم إلى منازلهم بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وأظهرت لقطات تلفزيونية تساقط الثلوج كثيفة في جبال فرانس في منطقة أراجون حيث حذرت لافتات الطرق من مخاطر الانهيار الجليدية وذكرت هيئة المرور أنه تم قطع 13 طريقا بسبب تساقط الثلوج وفي المناطق الساحلية أغلقت بعض الشواطئ وسط طاقعة من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية بعد مستقرار التقص حتى نهاية الأسبوع يوصل البركان في جزيرة لبالما بإسبانيا ثورانه أتمكن علماء المعهد الإسباني للجيولوجيا وتعدين من إطلاق طائرة بدون طيار بالقرب من الجزء العلوي من أكثر فتحات البركان نشاطا حيث أظهر التسجيل المصور والذي قاموا بتصويره فترة من النشاط البركاني الشديد قبل حلول الظلام مباشرة وأدت الانفجارات المستمرة إلى إلقاء كورات هائلة من المواد البركانية وقت حلول الظلام التحمى صاروخ سويوز الروسي والذي يقل مليارديراً يابانياً ومساعده مع محطة الفضاء الدولية الأربعاء بعد رحلة استمرت ست ساعات وفق بث حي لوكالة الفضاء الروسية وانتلق الصاروخ الذي يقل رجل الأعمال الياباني والذي صنع ثروته في قطاع تجارة الملابس عبر الانترنت برفقة مساعده من قاعدة باينكور الفضائية الروسية في كازاخستان أقيم احتفال للأطفال على مسرح سيد درويش ذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وأكاديمية الفنون ذلك بحضور عدد كبير من الأطفال من قرى مبادرة حياة كريمة وخصوصاً الأطفال ذوي الهمم وتنوعت فقرات الاحتفال ما بين فقرة يقدمه أحد الشباب الموهوبين من قرى حياة كريمة ذلك في إطار اكتشاف المواهب الشابة وأيضاً توزيع هدايا رمزية للأطفال بالإضافة إلى عرض مسرحي مميز تضمن فيديوهات تعريفية لتوسيع معرفة الأطفال بالعديد من المشروعات والآن وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية أكد المركز العالمي ولمجلس الوزراء أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز التمويني تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً من جانبها أوضحت وزارة التموين استقرار أسعار الأرز بجميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية للشركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة أفروع مشروع جماعيتي مع توافور مخزون استراتيجي منه يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة مشددة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية عقد وزير البترول طارق المولة جلسة مباحثات مشتركة مع جون كريستمان رئيس شركة أباتشي الأمريكية على همش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي بمدينة يوستون الأمريكية تم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر وتكثيف أنشطة البحث إنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة وأوضح المولة أن شركة أباتشي تعد أحد شركاء قطاع البترول الأساسيين لها قصص نجاح مهمة حققت نتائج متميزة خلال فترة عملها في مصر التي تمتد لأكثر من 25 عاما خاصة بمنطقة الصحراء الغربية تتواصل الإشادات الدولية بجهود مصر في مجال مكافحة التغير المناخي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حيث تقدمت مصر عشرين مركزا في مؤشر السياسة المناخية لعامي 2022 المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة داما متحد أهلا بكم في إطار جهود الدولة نحو التحول الاقتصادي الأخضر والمستدام تتواصل الإشادات الدولية بجهود مصر في مجال مكافحة التغير المناخي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة هذا وتقدمت مصر عشرين مركزا في مؤشر السياسة المناخية لعام 2022 كما تقدمت في مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة الثانية عشرة مقارنة بالمرتبة الرابعة عشرة لعام 2021 وذلك ضمن مؤشر داء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة جيرمن واتش في نوفمبر الماضي هذا وتعد مصر أول دولة من منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية كما بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة مليارا وتسعمائة مليون دولار حتى سبتمبر لعام 2020 المشروعات الخضراء المنفذة والجال تنفيذها قد تضمنت العديد من القطاعات مثل مجال التاقة المتجددة حيث تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للتاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج سويس أما عن مجال النقل فيأتي مشروع القطار الكهربائي من أهم تلك المشروعات فضلا عن مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر مشاهدين الكرامة كان هذا عرضا موجزا حول جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء ورياضيا أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس حصولها على حقوق بث مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب في اللقاء المقرر له في الساعة الخامسة من مسائي يوم السبت المقبلة أنشر الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سيتم بث مباراة منتخب مصر ونظيره الأردني في الدور ربع نهائي من كأس العرب مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرتنا وإليكم أهم ما جاء بها من عنوين الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تحركت في السنوات الأخيرة لإنشاء عدد من الجامعات بجودة عالية ومدبولي يؤكد على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بالأعداد لمؤتمر تغير المناخ بمصر على أعلى مستوى منظمة الصحة العالمية تطالب دول العالم بالتحرك للحد من تفشي متحاور أوميكرون لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة كنت معكم دالي أبو أمير إلى اللقاء